أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على آخرات مستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنسن آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى اللذقان فهم مصمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباؤهم عليهم أعذرتهم أم لم تواذرهم لا يؤمنون إنما كنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل الكريم إنما نحن نحل الموتى ونكتب ما يختم وآثارهم وكل شيء نحصيناه في مآب المبين وأن عبدوني هذا خراط مستقيم واضرب لهم مطلا مصحاب القرية إداءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنما إليكم مرسلون قالوا ما أعوتم إلا بشر مثلنا وما أعزل الرحمن من شيء إن أعوتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنما إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنما تطيرنا بكم لإلا أن تتبون لنرتمنكم وليمسنكم منها عذاب المليم قالوا تائركم معكم أإن ذكرتم بل آتم قوم مسرفون وجاء من حقص المدينة لجل يصعى رجل يصعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مبتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بذل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يعقدون إني إغل في طلال مبين إني آمرت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وقالي ربي وجعلني من المكرمين وما أن رسلنا على قومه من بحره من وجود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا خيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لله كانوا به يستهزيون ألم يروا كم أهلكنا كبلهم من القلون أنهم إليهم لا يرفعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جلات من نخيل وعناب من نخيل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويديهم وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسباج كلها مما كنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر كدرناه مناسل حتى عاد كالعبتون الخديم للشمس ينبغي لها أن أكذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فرك يسبحون وآية لهم مما حملنا غريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ مضرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مما ومتاع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الله كانوا عنها محرقين وإذا قيل لهم أعفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله واتعمه إن أعطوا من الله في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن وطاكم شادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم بهم يقصمون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يربعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجفة إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صلحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نقص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأصفادهم في غلال على الأرائك متكمون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وأمتاز اليوم أشهى المجنمون أنا معهد إليكم يا بني آدم على تعبد الشيطون إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ونقد أظلمكم جب الله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه دعنم التي قمتم توعدون إص لوحا اليوم بما قمتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم على أعينهم فاستبقوا الصراط فعما يبسلون ولو نشاء لما صحناهم على مكانتهم فما استقروا مديا ولا يرجعون ومن معمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يعقل بغيله إنه إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا المعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها أعطبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكلون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جواد محضرون فلا يحذوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من متفة كيذاه وقصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأنا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنكم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قوة فيقول فسبحان الذي بيده ملكون كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر